موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا البث الحي والمباشر من استوديوهاتنا من الرباطة ضيفنا اليوم هو السيد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة طلت ساعة من الزمن سنحاوره سنستفزه وسنناقشه فيما يخص المستجدات السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا حاليا ما هي مسؤولية الحكومة فيما يحدث من احتجاجاته ماذا أعدت الحكومة من مشاريع وأوراش لتحسين أوضاع المواطنين وهل ترقى أجوبتها إلى انتظاراتهما كيف تبدو علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية أهلا بكم سيد الوزير مصطفى الخلفي وشكرا على تلبيتكم لدعوة البرنامج أهلا وشكرا على هذه الاستضافة ويمكنكم مشاهدين الكرام كما جرت العدد تفاعل معنا وطحوا أسئلتكم من خلال صفحتي البرنامج على الفيسبوك وتويتر قبل مباشرة النقاش سنتابع هذا التقرير الذي عده الزميل محمد مجدوبي تواجه حكومة سعد الدين العثماني تحديات عديدة على واجهات مختلفة فعلى الصعيد التشريعي تسابق الحكومة الزمن من أجل استكمال المسادقة على مشروع قانون المالية وإخراج النصوص التشريعية وفي مقدمتها القوانين التنظيمية التي كان من المفترض أن تتم المسادقة عليها قبل نهاية الولاية السابقة وعلى المستوى الاجتماعي تشكل احتجاجات إقليم الحسيمة اختبارا حقيقيا لحكومة العثمانية الحكومة أكدت أكثر من مرة على مشروعية مطالب المحتجين واحترامها للحق في الاحتجاج في إطار القانون والمسؤوليات المرتبطة بحقوق الإنسان كما بادر مجموعة من أعضاء الحكومة إلى القيام بالزيارات للمنطقة ووعدوا بتسريع تنفيذ المشاريع الجارية وإطلاق مبادرات جديدة فضلا عن ذلك تواجه الحكومة استحقاقات تنموية عديدة أبرزها الرفع من وتيرة النمو والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات مجتمع ولسيما الهشة منها وفي هذا الإطار تطمح الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو يتراوح معدلها بين 4.5 و5.5% كما تعيد بتقليص البطالة من أكثر من 10% حاليا إلى 8.5% بحلول عام 2021 وعلى الصعيد الاجتماعي تتعهد الحكومة بتعميم التغطية الصحية وتقليص العجز السكاني من 400 ألف وحدا إلى 200 ألف وحدا عام 2021 التقرير من إعداد الزميل محمد مجدوبي مرحبا بك مجددا سيد الوزير نبدأ بقضية التي تشغل بالمغاربة حاليا وهي الاحتجاجات بإقليم الحسيمة يعني ما هي آخر المعطيات المتوفرة لدى الحكومة بخصوص هذه الاحتجاجات لأنه ما لدينا إلى حد الآن احتجاجات متواصلة هناك اعتقالات هناك مقاربة حكومية توصف بالمرتبكة في نظر مجموعة من المتابعين وعواصم دولية بدأت تدخل على الخطوة تدلي بدلوها فيما يحدث بإقليم الحسيمة يعني المغاربة الآن كيشوفون سيد الوزير هل الحكومة ما يحدث الآن يدعو إلى الإطمئنان؟ أولا ينبغي أن ننظر الأمر في إطار الحجم الطبيعي له هناك احتجاجات مشروعة في غالبية هذا الطابع السلمي هناك بعض الأحداث الهامشية التي كان فيها عنف والتي تدخلت فيها قوات الأمن من أجل صار على احترام الأمن ونتجت عنها بعض الاعتقالات بما فيها اعتقالات في اليومين الأخيرين الاعتقالات في العموم هناك مستوين لأن هناك شق يرتبط بمتابعة جارية وكانت تعليمات ملكية سامية بالاحترام الشديد لكافة المساطر التي تضمن المتابعة العادلة المحاكمة العادلة تفاعل إيجابي مع كل طلبات المحامين المرتبطة بالزيارة كان بعض الأمور التي أحيانا لا يكون حتى الأجل ولكن يستجبع لها كان أيضا الإحالة الفورية والتلقائية إلى الخبرة الطبية عند حصول أي دعاء بحصول تعديب أو معاملة حطة من الكرمة الإنسانية إذن كان هذا شق وكان شق ثاني للمستوى الميداني نحن بنسبة إلينا الاحتجاجات مادمة سلمية وفي إطار القانون بنسبة إلينا هذا جزء من وضع المغرب كبلد ليس هذا جديد السنة الماضية 11 ألف وقفة احتجاجية بمعدل 30 في اليوم لأخذيناه الإقليم مثل حسينة في هذه 7 شهور رأى تقريبا 700 وقفة احتجاجية في المدينة المدينة 145 تقريبا 4 يوميا على مستوى الإقليم في المقابل الحكومة عندها قرار تريع الوتيرة دي الإنجاز المشاريع لأن الإقليم تعرض وهذا الشيء خسرنا نعترف به أنه عقود كالنوع من الإهمال ويمكن نقوله توريكا لحالي في واحد السنوات جلالة الملك تلق مبادرة طموحة المصالحة في 99 في 2004 هيئة الإنصاف المصالحة أوصت بجبر ضرر جماعي للمنطقة الحسينة وما كانش عندنا أي تعقلان نعترف بهذا الشيء ونقوله هذا الشيء يقصدي واحد المجهود كانت دفعة أولى من المشاريع التنموية التي أعطت الطريق المتوسطي أعطت بعض المشاريع ولكنها لم تكن كافية اليوم كان مشروع على المنارة المتوسط سنأتي إلى هذا المشروع عرف أجزاء منه بعض التأخر نحن الآن معنيين بالتسريع للإنجاز هذه المشاريع طبيعي أن بعض المشاريع لا يكون عندها أطل مباشرة على التشغيل ولكن هذا الشيء لا يفسر أن الاحتجاجات كتبت أفتح قوسة لأشير هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل هناك سيارة في العاصمة البريطاني لندن دهست عشرين شخصاً وهناك حديث عن ضحايا باختصار تعليق على هذا الخبر قبل أن نوصل سيد الوزير إن كان فعل إرهابي أو فعل إجرامي أو أي مساوى فهو مدان وغير مقبول ووضع طيب في مخصص الاحتجاجات انتقادات كثيرة توجه إلى الحكومة فيما يخص تعاطيها مع هذه الاحتجاجات بدءاً ببلغها الأول والبلاغ الشهير الذي قيل بأنه ساهم في تأجيج الوضع بإقليم الحسيمة ثم حديثها عن المطالب المشروعة ثم شنها لمجموعة من الاعتقالات في صفوف النشطة لماذا يقول كثيرون لماذا هذا الارتباك أولاً ينبغي أن نميز بين أمرين تصريحات صدرت وشخصية وصدرت في اتهام بدون في نوع من تقميم تقصد البلاغ الأول ليس البلاغ تصريحات لأن البلاغ لم يريد فيه القضية للانفصال وأنا شخصياً وأنت شخصياً لقلك شي واحد من تنفصالي سينتج عليها واحد رد فعل أحد خاصةً وأن الأهل دينا في الريف أخوتنا كانوا من المدافعين الأولين على مغربية دي الصحراء فهم من أكبر المدافعين على أحد هذه البلد فعلاً كان هذاك مشكل وفش قلت بأنه كان عنده أطار سير بي فعلاً أطار فبهذا شيء ورد الفعل اللي كان في مسيرة قوية اللي يقول نحن نحن نفصالية كان رسالة واضحة لماذا هذا الارتباك؟ لماذا هذا الارتباك؟ لماذا هذا الارتباك؟ لماذا نجلسوشون نعم التروي قبل إصدالي؟ لأنه هذا نتعامل مع بصير بلد أنت تحمل الأغلبية تحمل الحكومة أنا المنتقدين المراقبين أقول لهم هذه التصريحات للأشخاص أما الحكومة أصدرت بلاغ واضح وجئت من بعد نظمة الصحفية قبل المسيرة دي الخميس وفي الصباح اللي كان لجمع لجمع الحكومة وقلت بوضوح المطالب الجماعية مشروعة ولكن في نص الوقت اصطبقت القانون قلت لي الاعتقالات الأمر كان غادي عادي ولكن وقعت الحديثة دي المسجد وقعت الحديثة ضرب قوة الأمن شافوا الناس في فيديو الاعتقال اللي جاءت من بعد هذا الحدثين ولكن السياق العام حاليا هو من جهة أن الحكومة معبأة لإنجاح وتنزيل هذه المشاريع وفي نفس الوقت الحوار والإنصاط لأنه فعلا دي بلخ دينا هي اليوم عندنا البحارة قال لك حنا مرقناش غادي نخرج ونصيد وعلش لأن السمك ديال فيه الكبير كل اليوم الشبك ديال مضمرها اليوم وخربها وحنا كحكومة التزمنية باش غادي ندعمهم وفعلا غادي ندعمهم لأن واحد من المصادر ديال الدخل اللي فيه فورة الشغل هو الصيد البحري نفس الأمر اللي مرتبط في كل عزلة واش كينش مستثمر غادي يمشي للحسيمة وعنده مشكل ديال الولوج طريق السريع اللي منتزة حتى للحسيمة واللي الكون في دياله أربعان مليار ديال الدرهم وصلنا دبال سبعين في المئة ديال سنؤخر الحديث عن هذه المشاريع لا ولكن صنعف وحيت ارتباك لا سمح لي حيت قلت ارتباك ارتباك في علاقة ماذا في العلاقة مع تصريحات أفراد أنا كنقول لك حملي المسؤولية دي أننا كحكومة وإحنا كحكومة جيت بوضوح وقلت لا يمكن أن نسمحها باش ينتهموا الأهل دي النريف بأنهم مفصلين واتشي قلتوا في البرلم لا أعتقد مؤشر آخر على ارتباك سيد الوزير والجواب ديالو فرأ أعلن عليه الرئيس دي الجهة لأنهم طلقت مشاريع ديال تكوين على المستوى الجهة وهذه المشاريع ديال تكوين ما زال ما انتهتش ولا تنظمة المباريات الآن الأبناء ديال منطقة غض يضعوا واللي هما مجال كي يستكملوا التكوين ديالهم ولهذا كانت هذه مبادرة إنسانية كطرعي لأنه اللي كيتتخذ القرار ومن بعد فاش كمشي يسمع الناس خصوص يكون عند القدرة يرجع القرارات ديال وبحل القضية ديال المشاريع الطرقية لقنا ربعة ديال المقاطع ثلاثة من مئة كيلومتر الناس كيعيجوا في عزلة وعندهم مشاكل فبالتالي ما يمكنش نجيو ونعطيوا حكم هكذا كي نرتبه كلي لين قد نتفق معك فيه أنه بعض المرات كيمكن تستطر تصراحة تليف خطاء بعض المشاريع اللي كتكون عنده جدولة زمنية بحل مشروع ديال المستشفى ديال ديال الانكولوجيا ديال الاستكمال دياله وإضافة مشاريع لأنه نطلق من 2008 كان عندنا اتفاق مع المجلس ديال الجهة وحصل تعاون علاش باش توقع توسيع المجال ديال التدخول دياله والعمل دياله ده بالآن عاد غادي نطلق في شهر يوليوز المقبيل وهذا واحد من الإشكاليات اللي مطروحة عندنا أنه كتكون مقرارة مشاريع كتعرف تعطف الإنجاز هاتش كيتير شكوك عند ناس وكيضعف الإنتيقات ديالهم هاتش كيجعل الإعلانات ديال سيكم المشاريع أحيانا ما كتلقاش نفسها بذكرتت حدث تعلنت الإنتيقات الاعتقالات والآن هناك يعني عشرات الاعتقالات في صفوف نشاطة ديال هذه الاحتجاجات هناك تصريحات متضاربة من قبل يعني جهات عدة من قبل هيئات دفاع ديال هات المعتقلين وأيضا تساؤلات سيد الوزير في مخصص الضمانات القانونية وشروط المحاكمة العادلة أنا هنا أقولك بوضوح اليوم كان عندنا مجموعة على المستوى الفرق الوطني القضائي والدار البيضاء حوالي 32 تقريبا أو زيادة وعدنا مجموعة على المستوى مدينة الحسيمة كانوا في البداية حوالي 50 عشرات تم حفظ المسترة في حقهم عشرات كان حوالي عشرات أو ما يناهز هذا العدد كيتابعوا في حالة صراح والبقية كيتابعوا في حالة اعتقال ثم كين اللي تعتقلوا مجموعة اللي تعتقلات في هذا اليوم لأنه كانت وقعت بعض الأحداث ذي العنف والجزئية لأن الخط العام ما زالت لغاية اليوم كاللاحظة حالة سلمية ذي الاحتجاجات ولهذا بالنسبة لنا كانت تعطى معها بطريقة إيجابية القرار المتخذ وبتعليمات ملكية سامية وصارمة الاحترام الشديد للمساطر كما قلت لك الخبرة الطبية في حالة ملكة الدعاء ديال التعذيب كيفما كان وإيقاع العقوبة إذا تبتت إذا تبتت حصول التعذيب أو معاملة حطام الكرام كالقضية ديال الزيارات مع المحامين تسعة طلبات زيارات وقال السيجابة دياله وبقات العملية ديال الزيارة حتى الوقت متأخير من الليل ثم طلبات أخرى ثالثا رأى المحامي ديال الزيارة زفزافي رأى عطا تصريح قال أنه أثناء تحقيق تلقى معاملة إنسانية وقال بأنه قبل أثناء الاعتقال دياله وقع نوع من يعني التعسوف لإداء إلى تدخل الطبيب هذا تصريح لمحامي دياله ولكن أعطى شيئا هذا واضح سيفتح تحقيق بالطبع أي حالة أي طلب ولكن تابهو التصريح للمحامي قال بأنه عند الفرقة الوطنية القضائية ما تعرضش لأي شيء بالعكس كانت المعاملة إنسانية وهذا تصريح لمحامي دياله ديال الدفاع ولكن ننتر انتباه ديالك سبعمائة وقفة من نهاية أكتوبر إلى نهاية ماي شحال حالة ديال التدخل اللي وقعت والحالة اللي فيها قاعد الضرب يعني الحجارة من قبل المحتجين شحال الحالة حالة معدودة على رؤوس الأصابع لا تتجوز هذا يدين الحكومة فين كانت الحكومة طيلت ستة أشهر أو سبعة أشهر ربما كانت نوع من استهانة يعني ربما ما كانت تدخلات أمنية ولكن كانت تأخر في الجزء المشاريع مشروع ما نرى المتوسط يعني المسؤولية الحكومة واضحة فالصارات السيد الوزير نحن كحكومة بعدها لا نتنصل من المسؤولية نحن مسؤولون يعني باش يجب يقول نحن نتنصل مسؤولية ورميوا علىها دولة نحن ممكن ندخلوش في هذا المنطق دي حكومة مسؤولة منتخبة تتحمل المسؤولية يعني تعترفون بأنكم تتحملون جزء من المسؤولية فيما يجري أنا لا أقول لك جزء من المسؤولية نحن لك نتحمل المسؤولية نحن هذا واضحين فيه ولكن خلصنا نقوله أولا حالة محدودة دي التدخل بمعنى الحالة الغالبة هو التعاطيب في إطار القانون وتحت رقابة القضاء وبمسؤولية مع الاحتيجاجات اللي كتوقع باش ما نعطمش واحد الصورة السوداوية على بلادنا واللي والناس خايفين ويقولوا المغرب ما عارف شنه وقع وهالرابيع وكذا واحد الصورة السيلبية كتنعكس على الاستثمار وعلى السياحة والناس كي يقولوا شنه وقع في حين لأنه ما عندكم شستراتيجية تواصلية لا استراتيجية إعلامية واضحة وترك المواطن اللي في فريسة لمواقع التواصل الاجتماع كي يجي منها المعلومة وتعتمطي باك كما قلت السيد الوزير بأن البلاد على كف عفريت وبأن احتجاجاتك وستع وهذا شي ما كينش يعني أنت هناك ارتباك واضح أولا كتبغيت لصقاط القضية لارتباك في حين أنني معك لا وما كتعطني شلوقت باش نتفضل تفضل أنا بغيت نجاوبك أولا على القضية الأمنية باش نكرسوا واحد الصورة دي البلد كتوقع في احتجاجات كيتعايش معها كيتعاطى معها في إطار القانون وهذه الصورة الغالبة لو قاعدت بعد حالة معزولة حالة معزولة وهنا نقدر الحكمة والتبصر دي القوات دي الأمن لأن طيلة أشهر كانت محاولة دي السيفزاز والصدر جرى عناصر ملتمة في بداية فبراير في إمزور ضربوا قوات أمن وبقدر الأمور في الإطار ديالها الطبيعي والقانوني نجي لك القضية الثانية اللي كتقول تيباك واش مشاريع فاش نجيو دابا السد ديال واضغيس مليار و ثلتمائية مليون درهم وليه في 2016 نطلق فاش نجيو المؤسسة التعليمية اللي دابا الآن مع الدخول المدرسي ما كانش الإشكالية ديال للكسيضات فاش نجيو المركز الصحية القروية حوالي تسعود عشر مركز صحي اللي وقعت هل ديالو اللي كنطلق فاش نجيو المشروع على المستشفى الكبير هاي المشاريع فيش كل نجزة حكومة كانت تتشغل كانت تخدم في 2016 2017 فاش ثلاثة زيارات قبل الزيارة الأخيرة اللي كانت فيها الوزراء ثلاثة زيارات من هالزيارة ديال آخر مارس فاش الحكومة تخذت القرار وتملئ ديال تواصل مباشر مع الناس واللقاء مع المنتخبين خس نكون واضحين فاش وقعت هاد الأعمال وكي وقع لها تواصل انتوما لقناة ميديان نزلت ودرت لقاءة ميدانية وتواصلت ولقيت الوزراء أمامكم وتحاورت معهم ومنقشت معهم طلبات اللي كتوجه من الإعلام كنستجبوليها ولكي في النصب وقت نتشرتين واحد القضية المغرب الآن اختار اختيار ديال انفتاح والحرية ديال التواصل والنتيجة رح عندك زيد من 12 مليون صبحت فيسبوك رح عندك 18 مليون مشارك في الانترنت كل بعض يجي ويعبر على رأيه وينقش هاد شي متاح على جهة تريد شرا ببلادنا وكين الإشاعة وكين مواقع يعني انتوما كحكومة ندرجو باش تواجهوا هاد شي لأنه هاد شي يعني المغربة الآن كي يخذوا الأخبار ديالهم تقريبا اللي هي تقريبا تريد الإشاعة وتحريض وتهييج من مواقع التواصل الاجتماعي وجود سياسة ديالتحريض ما كيعنيش ما كانش سياسة ديالتواصل وإن كان الأغلبية الحكومية قبل يومين والحكومة نهر الخميس استخدت قرار واضح بالرفع من درجة ديالتواصل علاش بشكل متأخر ربما ممكن هدي عندك في الصح بشكل متأخر علاش لأنه كي يناح حرب إشاعة ومشي جديدة أنا أعطاك واحد البتال ولكن ماذا كنتم تنتظرون واش كنتم تنتظرون بأن أركين إنجيحات تريدوا بالبلاد شرع يعني كنتم تنتظرون بأن هدي الناس يقولون غير بغير يركبوا غير بغير يضطفوا هذه الاحتجاجات لا اسمحتي لي تفضل هدي الناس اللي بغير يركبوا دائما كي بغير يركبوا ولكن فش نقول لك بأنه نزلوا الوزراء وكيدروا عملية التواصل مباشرة مع الناس وبينها هذا شي مشي جديد هدي مدة فش نقول لك بأنه هنا حرب إشاعة نعطيك مثال حرب إشاعة نهر المسيرة ديال الخميس منذ حوالي ثلاثة أسابيع شنو كان شنو تصريح اللي يخرج في الشبكة الفيسبوك لك الدبابات كيتساروا في الحسيمة كتنوض كتصحح كتوضح الآخر كي يخرج بحرب ديال الإشاعة والإشاعة متوالدة ومن جهات متعددة اليوم خرج تصريح في الماب أنه مصدر مسؤول عبر بأن بعض الفيديوهات اللي خرج في شبكة الشمالية الأناس بزيئة أسكاري وكي يحردو الأناس بزيئة أسكاري أجنبي كي يحردو بأنها ماشي صحيحة وماشي سليمة راكين واحد المجهود في الملاحقة ديال هذه الإشاعات والجواب عليها في الميدان سيد الوالي هي مؤخرا هذا الأسبوع نزل الميدان وكي تحاور مع الناس مباشرة فرقين السياسة التواصلية تقول لي فيها عناصر منتأخرة أو تقول لي غير كافية نتفق معك تقول لي بأن الحرب الإعلامية اللي كان على بلادنا من جهة ما بغيش للمغرب يبقى نموذج ديال السقرار وديال الإصلاح اللي كيتقدم فيه كين ولكن راكين مسؤولية ذاتية يعني خصناها تارفو را البنية الحزبية عندنا هشة غد نجو الوسطة غد نجو الوسطة غد نجو الوسطة لأننا مسألة مهمة غير واحد نقطة كانت تحدثنا على التوظيف سيد الوزير باش نتقدموه في نقاط تحدثتي على كين اللي غير يوظف وكين اللي غير كب على هذه الاحتجاجات اسمعنا الكثير من التحليلات والكثير من المعطيات والكثير من الإشاعات على التوظيف سواء من اسمعنا الشيعة اسمعنا الجزائر اسمعنا إيران توما كحكومو واش عندكم معطيات لأنكم أكيد تتحركون على ضوء تقارير أمنية ترفع للحكومة واش عندكم معطيات بهذا الاتجاه أولا ما هو موجود الآن هو أنه كين بحث وتحقيق جاري لا يمكن الحديث على هذا الأمر لأنه شيء من اختصاص القضاء هو اللي غير يتبت هاد الأمور واش محلية واشون لي كين ولكذا هدف ميل في بيض القضاء ولكن اللي احنا معنيين به اليوم وهو أن المغاري بصف واحد إذا أي من واحد يستهدف استقرارهم وأمنهم هذه حالة عامة بما فيه محتى الناس لدخل الحجاجات يقول لك المغرب يبقى نموذج للإستقرار والأمن والقرار للحكومة للتصبيق للقانون للحماية الأمن للحماية الممتلكات للحماية للسلامة للأشخاص هذا قرار متخذ وحاسمين فيه لا يوجد فيه التراجع أو أي شيء لأن هذا خيار استراتيجي أيضا ما هو موجود الآن وانا مثل هذه المناورات ستفشر المغرب دوز المناورات أصعب ودائما كنا نخرجه كبلد أقوية منها باش بالحوار بالإنصط بالأمور اللي هي معقولة واش كان صحو الأخطاء ولا نعيد ارتكاب نفس الأخطاء اللي ارتكب منها في المرات السابقة لا أولا تقييم باش أنه توقع أخطاء الذي لا يخطئ هو الذي لا يتحرك كون توقع أخطاء أنا بالنسبة إلي يوقع خطاء في واحد السريح ولا خطاء في واحد السلوك ومن بعد نقومه هذا شيء لأننا كبلد قوة نافش واش اللي يدير الإنصف والمصالحة وقال وقعات انتهاكات في الماضي وقال خسنا ندير جبر ضرار عليها وقال خسنا ندير إجراءة شجاعة وجالة الملك جاف خطاب ملكي وقال بوضوح خسنا نعملوه على تصبيق توصية دي الإنصف والمصالحة الواجهة أنا أعتقد هذا بواحد الخطأ لأنك تقول لي بعض الأمور باش ناس نعرفوه في نحن الإنصف والمصالحة قالت خسنا ندير نوات جامعية هاتش يقتاش 2006 لغاية اليوم مازال مكين ننوات جامعية فاش وقعت زيارة دي الوزراء وقعت عملية دي الإنصف تأخذ القرار باش غدي ندير نوات جامعية هادا مثال والمثال شنوه هو ناني واقف أمامك وكن قول لك فعلا ها احنا فين خطأنا وها فين كيفاش قرر نصحه واش غدي جي نقولك بأن المصارد لنفس القبال غدي بقى يكون مثال إلا ما عندي ما نعطكش هذا النوع من الأحكام لأن هذا الواقع عليها ارتفع باش نعرفو بأن في المنطقات الحسيمة حيث توجه الحكومة للعمل في الميدان في الإقليم الحسيمة رأى نفس القرار المتخذ على مناطق أخرى باش لماذا هذا الخطاب هذا الخطاب الحكومي الذي تنتجه الحكومة حاليا يعني وتتحدثون به الآن لماذا لم يقنع المحتجين هذا هو السؤال لا 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 مش يمسألة لم يقنع المحتجين هناك كيف يمسألة بالتقاء كيف يمسألة بالتقاء لا وجود شوف كون أن البعض يقول أنا ما عندي اتقاء أنا نتفهم أنا نتفهم لأنه أحيانا كيشوف هذا المشروع التعلان ما تنجز كيبدأ يتحفظ في بعض الحالات ولكن اليوم الجزء من الاحتجاج مرتبط ليس فقط بالإشكالية للمطالب الاجتماعية مرتبط أنه من بعد الحادثة دي الخطبة الجمعة واعتقالات اللي جات من بعد العنف اللي كان وقع واللي شاهدوه الناس في فيديوهات ولاية القضية للإحتجاج مرتبطة بهذه القضية وهذا الشي اللي يفسر حتى بعض الحالات دي التضامن اللي كان في بعض المدن المغربية ماشي مقنعش لأن بل بدأ كيقنع وكي الناس لأن حيث الناس كتشوف شنو كيتحقق على الأرض على الأرض الآن وهذا الشي شاهدنا في بعض الحوارات اللي تبتت في الانترنت دي الناس كيقول لك طيب هاد المشاريع واش الجدولة الزمنية اللي قرتوها غد يتحتربوها ولا لا والاقتناع دي النا بها غد يجي فاش غد يبدأ ونشوفوه هاد شي كيتحقق على الأرض وانا طبيعي نتفهم هذه القضية ولكن واش الحكومة طيلت ماشي هاد الشهر دي ال ماي انا كن كن نضرع لسبعة أشهر في نهاية مارس جينا وعلننا على جدولة زمانية في النهاية دي ال ماي الأسبوع الثالث دي ال ماي علننا على جدولة زمانية بناء على الأولى الحكومة السابقة قالتها مارس هاشنو أنديرو فجوا في الأسبوع الثالث ماي في زيارة الوزراء قالوا هل مستوى لإنجاز بالنظر لنهاية مارس وبدأوا الناس كي يشوفوه وليهذا احنا كنخذ واحد معركات دي اللي يقناع على الأرض بحل المحارة اللي إذا بخرجوه را كانوا شحال يديم توقفين وقتانعو وليهذا ماشي نجيو نعطيه واحد الحكم عام ديال أن الجميع لم يقتنع ربعمائة ألف ساكين كينا في الحسيمة كنت فهم بأن البعض يقول لك أنا مازال ديال الطرق ولكن فينا هو السيطمار فعلا هذا الانتقاد مشروع ولكن الجواب عليه راه واضح راه السيطمار باش يجي تكرس السيمة ديال السقرار دابا الآن هذا الأسبوع كان عندنا نقاش مع بعض الوزراء أن مستثمرين جوا تقترحات عليهم بعض المناطق رفض هذا المستثمر يمشي لها لأنك يقول لك الصورة اللي تكرسات على هذه المدينة صورة في الاحتجاجات وعدم السقرار وانا لذلك المشروع ديالي واش تكون عندي ضمنات واش كده لهذا احنا نخذ دابا المعركة على ثلاث واجهات معركة مع الساكنة من أجل يعني كتأدكت الحكومة تؤدي التمن ديال التأخر ديالها وديال الأخطاء ديالها مش التأخر والأخطاء لأنه وصلنا لهذا المرحلة وصلنا لهذا المرحلة حتى المستمرة حاكم لا أنا 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 واش نقول لك بأن مشروع ديال السد تبدأ في 2016 وانطلق الآن على أساس أنه را غادي يكون جايز بعد ثلاث سنوات ست ديال مليار وثلاث مئة مليون درهم فاش نقول لك المستشفى ديال الأونكولوجيا بدأ فيه العمل وبدأ وقدم خدمات والآن غادي ينتقل المستوى تاني من الخدمات وشهر يوليوز غادي يجي فاش نقول لك أنا الجانب ديال الصحة فاش نقول لك الجانب ديال تعليم فأين هو التأخر الكامل علش بغي تلصق حكم ديال التأخر لكل المشاريع كينا إنجازة تحققات وبشكل موضوعي كينا أمور أخرى وقع فيها شوية ديال التعطور هذا التعطور انتج عند البعض عدم ثقة احنا الآن كنقول لهم شوفوا المشاريع اللي تقدمت والمجهود ديالنا باش نحن تحقق وغنوصل نقاش بعد الفاصل لا باقي غادي نعطي غادي نقش كما شغل نعطي أحكام ماشي نحكي نعطي أحكام في البراطو مجددا مشاهدين الكرام ضمن برنامج الساعة للإقناع الذي نصدف فيه سيد مصطفى الخلفية الوزير المكلب بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سيد الوزير دائما في مسألة التواصل وغندي نجي بقيا نفس المسألة المشاريع الحكومية بإقليم الحسيمة يعني كانت هناك طلبات من نواب ومستشارين بالبرلمان من أجل استدعاء مجموعة من الغزراء واستدعاء رئيس حكومة من أجل مناقشة ما يجري حاليا بإقليم الحسيمة لم تتم الاستجابة بالشكل المطلوب هناك من يتساءل إلى ما مشوش هذا الوزير البرلمان فين غادي يمشي واش ماشي تقصير هذا او لا تهرب المسؤولية لا لا يمكن أن نقول تهرب المسؤولية لأن البرلمانيين في مجلس النواب تحديدا سبع الماضي طرحوا جاتني الأسئلانة تقريبا بضعة أيام قبل حلتها مباشرة تحدثت مع وزارة الداخلية قالوا نحن مستعدين نجي وفي إطار سؤال المحوري في الأسبوع الموالي في نفس الأمر فاشترت القضية ديال المتابعات والجارية تحدثت مع وزير العدل بناء على الاتفاق مع سيد رئيس الحكومة باش حتى هو يجي الجلسة المحورية ونفس الأمر وزير المكلف وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان كون أنه النقاش يكون في البرلمان نتفق معك جلسة المستشارين الجلسة الموالية لأنه هتلت تطرح الموضوع للحسيمة ورضيت تكسعه وكان نقاش وكانت أحكام لأنه كان هناك طابت بجلسة شهرية مخصصة لميزين الحسيمة ليس هناك أي إشكال رعدنا جلسة شهرية اللي جاي نهر الأربعاء وفي قضايا اللي عندها علاقة بالسياسات التنموية الجماعية العالم القاروي والإشكاليات ولا يشعر من التطرق لهذا القضية للحسيمة لأنه ليس هناك أي إشكال في أن يكون هناك نقاش داخل المؤسسة الشرعية وخارج المؤسسة الشرعية في الإعلام في المنابير لأن الحقيقة هي التي تبني التقى فاشنجو كنقوله ركينا معطيات موضوعية ركينا نقوله واحد المنطقة لعشت صعوبات وتحديات أربع سنوات تأخر تساقطة المطار يارا ما كانت سهلة تراجع في تحويلات المغاربة المقيمة في خارج والتي تشكل واحد مصدر الإشكالات المرتبطة بالصيد البحري والتراجع التروة السمكية فيه الإشكالات المرتبطة والتراجع الزراعة القنب الهندي من 130 ألف هكتار 47 ألف هكتار وأقل هذه كلها نجاة أوضاع وإحنا الآن كمجتمع وكدولة وكسياسات عمومية غادين في سياق واحد تحول ره الزراعة دي الأشجار المتميرة اللي كانت هذه هي واحد سنتين شيء اللي لا يتقبل ره اليوم كان طالب شديد ره 16 ألف هكتار دي الأشجار المتميرة الأشجار المديلة المشاريع التنووية بمعنى كهنا سياسات اللي بدتك تشكل من أجل تجاوز المخلفات دي الواحد الوضع اللي تشكل وكانت عنده واحد الخصوصية وكانت فيه تحديات اليوم أنا أعتقد أجوش دي الأرقام الرقم دي البطالة دي الحامل للشهادات أعلى معدل عندنا في المغرب من المناطق لسألة معدل من طاقة دي الحسيمة كي تجاوز 21% البطالة دي الشباب كتار من المعدل الوطني وهذا ره تحدي كبير وفعلا ما قد يش ممكننا نجاوبه على هذه الإشكالية فقط بسياسات البنية التحتياء بل أيضا سياسات متجهة لحل المعدل التي تشغيل وهي اللي لأ العمل منكب عليها أيضا دي الأشكالية دائما مطروحة كتكون مشاريع وأرقام كنتسمعوها ربما في البرلمان وربما في العاصمة الرباط ولكن هذا شيء كانت تطحف أيضا في خطاب ملكي سابق يعني كان هناك تساؤل كبير حول علش هاد المشاريع الكبرى هاد المجهودات الكبيرة هاد الأموال اللي كتصرف بشكل يعني معتبر ما كتلقاش يعني ما كتكونش عندها تأثير مباشر على يعني المغاربة بشكل عام يعني هاد يري إشكالية حقيقية لأننا كيسمعو السد وكيسمعو المستشفى ولكن في واقع الحال يعني ربما ما كيتغير شوف تمييز بين أمرين كالمستوى الأول هو المستوى دي البنية التحتية والحاجيات الأساسية اللي مرتبطة بفك العزل فش تقول الطريق فش تقول المستشفى فش تقول السد لأنه في 2004 الماء الصالح للشرب اللي مرتبط مباشرة بالمنازل تخلي عليا النافورات والتجمعات بالمباشرة عارف ايش حال كانت نسبة دياله في حدود 5% في 2004 سير المندوبية السمية تخطز وقلو أرقام كي العمل في البنية التحتية هذا مجهود مطلوب وكي العمل ثاني اللي مرتبط بالإجراءات اللي كتتسهدف الناس مشكلين مباشرة علش الإقلم ديال حسيمة من الأقلم اللي كتعرف أقل نسبة لهادر المدرسي على المستوى الوطني أقل نسبة لهادر المدرسي شوال على المشاريع المرتبطة بالدعم الجماعي بتيسير بالبرامج اللي مرتبطة بالمواكبة المدرسية والآن كما علن وزيرة التربية الوطنية صفر نسبة ديالاكتظاد خارج المعدل اللي هو مقرار في الإقلم ديال الحسيمة مع الدخول المدرسي وكذلك على المستوى الوطني هذا معطع أنا نخص الميز بين الأمرين كي بنية تحتية لفك العزلة وكي بنية تحتية اللي كتعمل على حد الاستهداف الفئات والعمل على هذا المستويين هو اللي ينتج لنا أن المغرب بواحد العدد ديال الإشكالات الاجتماعية الآن كتتترجع واش البرنامج جديد دعم الأراميل اللي يمكن باش أزيد من مئة ألف طفل ياتم ملقى ما كان دياله في المدرسة هذا ماشي إنجاز طيب ومشاريع أخرى هناك حديث ولكن ما أعطيتك شو الرقم باقي غير رجعوا للمسألة ولكن أنا أبحث على المسببات والمغربة كي بحثوا على المسببات هناك بعض التحليلات التي كانت تحدث على أن ما يجري في الحسيمة وفي الريف بالتحديد هو نتاج لصراع حزبي ما بين خاصا ما بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتلمية هناك كان تلميح من قبل رئيس الحكومة السيل عتماني قال تحدث عن مسؤولية البارم في ما يجري بالحسيمة بغينا توضيحات فيما يخص هذه النقطة سيد الوزير أولا سيد رئيس الحكومة في الكلمة كان في مواجهة واحد للسيفزاز وقع في المجلس النواب أثناء أجلس الأسئلة الشارية وهنتك تعطي دليل على أن الموضوع للحسيمة تجبض في البرلمان شنو قال قال لدخلنا في هذه المنطقة للسيفزاز والمزايدة رحتنا قد نقول رنتم عندكم مسؤولية لأنكم أنتم التي تسير المنطقة 23 جماعة في الجماعات القروية زائد الخمس جماعات الحسيمة وتارغيس يجو يمزر كي يصير ها حزب واحد ولكن اللي بدينا كان نضربه بهذا المنطق نرى نضربه الحيط هذا من الأسباب باش يجي واحد يجي قرر الحكومة مسؤولة هناك منطق آخر سيد الوزير هناك من يتساءل علش سيد رئيس الحكومة يجتمع مع الزعماء الأغلبية كونجتيما علش من يستمع أيضا مع الزعماء دي الأحزاب المعارضة كان عنده تواصل مع الأحزاب المعارضة أحدهم الحزب المعارضة اللي هو رسميا في المعارضة كان خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكان حرص على التواصل معه ونفس الأمر كان حرص على التواصل مع حزب الاستقلال ولكن القضية هنا باش نوضعها في السياق أراها قبل كان لقاء مع المنتخبين على المستوى المحلي وكان تواصل معهم مباشرة على أساس المشاريع المتعترة وانت فيش جيتي سويتني قلتي لي واش الحكومة ما كنت تحمل المسؤولية قلت لك أنا كنتحمل المسؤولية مجيش تقول لك أنا الجيها ولا كنقول لك شي بلصة أخرى لأن هذه مشي أخلاقنا مشو نتهربوا المسؤولية ولا نتنصلوا منها أول المدخل الرقم واحد في حل أي مشكلة هو تحمل المسؤولية ديالك فيه الجيها أرى تهي شارك أرى 660 مليون درهم في 6.5 مليار درهم ديال المشروع ديال الحسين منارة المتوسط ديال الجيها هذه مسؤولية جماعية بمعنى لو بغين نحلوا أي مشكلة وهذا معطى أرى غدا ولا بعض غدا ما غديش ينفع أرى البام مسؤول للحكومة مسؤولة ولا فلان ولا هدف تراشق ما ينفعش هذوك الناس على الأرض فاش يشوفوا 6 مرات ما كجيش ما غديش ينفع باش يقولوا الداكرة ديال المستثمرين على المستوى العالمي فضلا على المستوى الوطني والمحلي أي يقولوا أنا ما نقلش منش نستمرت ما كان نحط المصنع ديالي غدا يتحاصر ليا قل سنعرفوا لان كين مناطق في المغرب المستثمرين كيقلبوا كيمشيوا لها علش تقولك في الداكرة ديالها ما كيناش الاحتجاجات التي لا تقع القدرة على تدبيرها عبر الحوار وعبر الوساطة وعبر الهيئات المؤسستية وهذا تحدي على ذكر الوساطة سيد الوزير هذه الاحتجاجات ولهذا المسؤولية مسؤولية جماعية الجهة تشوف شنو واللي عندها قدرة مسؤولية مسؤولية جماعية ولكن أيضا بالترتيب وبدرجات يعني 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 لكن غدينفع احنا نتحمل المسؤولية باش البلاد والإقليم الحسيمة ينطلق وهذه هي الرؤية ديالنا لأنها رؤية اللي هي موضوع إجماع بالقيادة جالس ماليك طيب على ذكر مسألة الوساطة الواضح يعني الواضح يعني من خلال هذه الاحتجاجات بإقليم الحسيمة أننا لدينا إشكالية مؤسسات الوساطة في بلادنا يعني الآن الدولة في مواجهة الشارع فيه نهو النقابات فيه نهو الأحزاب فيه نهو المجتمع المدني فيه نهو الإعلام فيه نهو يعني بين بأننا لدينا مشكلة ديال الوساطة سيد الوزير من المسؤول عن هذه الوضعيات أولا ما يمكنش تعطيها الحكم عام على المستوى البلد ككل فعل لكن على مستوى عطينا حزب خدبات ديرا خدبات ديرا خدبات ديرا توجاها ما يزري الآن في إقليم الحسيمة خليا نكمل ولكن على مستوى إقليم الحسيمة فعلة من الواضح أننا لدينا إشكال سياسي إشكال مرتبط بالتأطار للأحزاب السياسية بالمجتمع المدني بالهيئات المنتخبة كين إشكال ما نغطى بالشمس بالغربة والدليل وهو هذه الاحتياجات التي نشوفها والتي فعلا رأى الفاعل الحزبي ولا الفاعل المدني رأى غير موجود فاش نقولك غير موجود على المستوى التأطير رأى موجود يمكن يصدر بيانات أو يصدرهم من من الرباط ولا من دار البيضاء ولا من ولا كين رأى المسؤولية على مستوى هذا الإقليم مسؤولية التي فعلا مرتبطة بإشكالية وساطة من المسؤول هذه تراكمات لأن هذه مرتبطة أولا بالعملية الانتخابية ليست مع المدني مرتبط بالأداء مع الفاعلين ولكن كان أيضا تبخيص للأحزاب تبخيص يجب أن نكون حذرين لا مستقبل ديمقراطية لا مستقبل تنمية بلا ديمقراطية ولا مستقبل ديمقراطية بدون أحزاب سياسية مستقلة يمكن لها أحزاب تخطأ يمكن لها تدير بعض المواقف التي تكون غير سليمة أو غير مقبولة ولكن تفاعل مع أحزاب التي تشغل في إطار القانون هو الذي يجعل الديمقراطية تقدم إلى الأمام ولهذا الدرس التي تعطينا الحسيبة مغرب ككل الحمد لله بنيات الوساطة يعني نعطيك واحد الرقم عدد الإضرابات التي تم تفاديها في سنة 2016 فاق الألف إضراب بفضل بفضل بنيات الوساطة في مقابل 200 اضرابوا شي حاجة اللي كانت كينا بنيات نزاعات الفرضية اللي كتوقع أنا أعطيت كدباي الشق النقابي في الشق الجمعوي لأخذينا التجارب اللي عندنا الآن في البنية الجمعوية أزياد من 130 ألف جمعية على المستوى الوطني ولكن كينا واحد الحالة الهشاشة ولهذا المستقبل رهين بالعمل على ثلاث واجهات الواجهة الأولى واجهة تنموية مرتبطة بمشاريع تنموية برمجة وقرات الحكامة تنزيل تسريع الاحترام الأجل لأن بعض مرات نزول الميذان كالقومة الإشكالية تنزع الملكية خاصة أن تكون لدينا آليات استباقية لمعالجة الإشكالية باش تقم على المواطنين في الاحترام الأجل تكون تنفيذ الأحكام أيضا تاني تنفيذ الأحكام وكل الأمور التي تجعل إضارة في علاقتها مع المواطن إضارة أولى الواجهة الثانية وهي في نفس المستوى في الواجهة الأولى هي الواجهة الديمقراطية والحقوقية لا يمكن أن نتقدمه لابقا لدينا سياسة التي تجعل الأحزاب مجرد مكمل وهذه سياسة للبعض مشكلة يروج لها في الإعلام في حين أن التوجه الذي أعلن عليه جلالة الملك فأكد على التعدد الحزبية والتي تقول هو سياسة الدولة في الخطاب 9 مارس في الدستور في واحد العدد المحطات خص عملية ديمقراطية تستمر وتكمل مدادية وأي إشكال والواجهة الثالثة التي خصنا نكون على وعي بها هي الواجهة المرتبطة بالإعلام والعمل المدني المجتمع خطوات فاتشي وخصنا نوصول العمل فيها قد نتفق بأن الاحتجاجات في الحسيمة وإن كانت لها خصوصية والصياق معين سواء سياسي أو تاريخي أو اجتماعي الاحتجاجات السلمية والذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية ربما مجموعة من المناطق المغرب كتعرفها وهذا منذ عدة سنوات هذا ألا يسائل السياسات مجملة السياسات العمومية التي انتهجتها ليس فقط هذه الحكومة أو الحكومات يعني الحكومات المتعاقبة على الأقل منذ العشرين سنة الماضية والتي أثبتت بأنها ربما ما كي إما فشلت فشلان ذريعا أو ما غادرش في الاتجاه الصحي حسين الوزير والدليل هذا الاحتجاجات يعني التتناسل الاحتجاجات بشكل كبير احتجاجات ذات طبع الجماعي ليس أمر جديد الحدة دياله اليوم فعلا مرتفعة أجوبة التواصل ديالها قوي هي باش من ولك كيف نصبغت من من أديوش من أديش بنا هذا باش نقوله كل شيء سيلفي تكون عندنا نظرة موضوعية كي لأمور إيجابية تحقات ومشت ولكن اللي سألتيني واحد سؤال تقول لي فين هي التغرى بالضبط عدتيني لشك تقنسول لك السؤال هو اللي بتقنسول لك لأن المفترض مش كل شيء ما نكونوش عدميين بالطبع وحتوى مش عدمي ولكن أيضا ما نقولوش كل شيء زوين كين سياسة عمومية ربما يعني متعاقبة وربما كيتم تحسين ديالها والتأهيل ديالها ولكن المفترض هذا شيء قلل من الاحتجاجات مش يزيد فيها يعني كين شيء مشكل كين شيء خذر لا لقرنتي الوضع ديالنا أنا أعطيك واحد الرقم كانت عندنا 45 احتجاج في اليوم في المغرب هذه خمس سنوات دبال الآن عندنا 30 المنحارة راجعي ولكن المغرب بتكون الحالة لإحتجاج مسألة في اعتقادي صحية مادامة سلمية وفي إطار القانون بل أكثر من ذلك دبالبنية المؤسساتية عادة تدخل في الإطار توفير أطر قانونية لهذه العملية عن طريق تقديم العرائل الملتمسات الشريعية ولكن يقولين فين كين التغرأ تغرأ كين في جوج للإشكاليات أولا في الالتقائية ما بين سياسات السياسة التعليمية مع السياسة الصحية مع السياسة الفلاحية مع السياسة الصناعية بشكل تقير يعني ما أدرون كيف نبسطون المشاهد ما أدرون مدرسة وترك مكينة ما أدرون مصنع وربما لا 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 مكينش مؤسسات كوين مهني مثلا أنا أدرك واحد المثال في واحد المنطقة جماعة قروية اسمي ثتان دا في المغرب العامق جت الحكومة وابنت فيها مدرسة جماعاتية مجهزة وهذه الجماعة فقيرة جدا تصور معي هذه المدرسة الجماعاتية التي هي مجهزة ومتقدمة في الشلعة لماذا؟ لأنه لم تواكبت مع سياسة النقل المدرسي تلاميذ يأتي لا يوجد سياسة لذلك عاد يمكن من بعد تعالجات هذه الالتقائية أحيانا نفس المجال كيف سياسة الفلاحية تواكب السياسة الصناعية والسياسة الصناعية تواكب السياسة التعليمية أو السياسة التعليمية يعني واحد الالتقائية والإشكالية الثانية وهي مرتبطة بالالتقائية هي نخلص الفاتورة تراكم العدد المشاكل واللي الآن وهذا موضوع اتفاق إشكالية الحكامة الاستثمار الأمثل الموارد المالية مع الموارد البشرية باش نحق النتائج اللي بغينا تصور معايا أكثر من 45 مليار ديال الدرهم ولكن ما زالت عندنا نفس الإشكاليات في التعليم لهضر المدرسي في الإعدادي أكثر من 10% وتشيكت عكسو مؤشرات نمية البشرية اللي ربما عندنا فيها بمعنى هانت عبأتي لإمكانات المالية 45 مليار ديال الدرهم هي في التربية الوطنية بلا تكوي المهني بلا تعليم العالم فيما يخص الحديث ربما يطول حول ما يزري من احتجاجات خاصة في أقليم الحسيمة الآن الشيء وبالشيء يذكر العلاقة تحدثنا قبل على العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان هو القطاع الذي يصرف عليه السيد الوزير في العلاقة مع البرلمان هناك من يتهم وهذا التهام كان صراحة وليد اللحظة هناك من يتهم الحكومة البرلمان والنواب دائما يتهمون الحكومة بالاستبداد في التشريع يعني عدم توازن ما بين الصورة واضحة في هذه المسألة كيف تردعوا هذا التهام؟ كيف تقيموا علاقة الحكومة مع البرلمان؟ هذا التهام في العمق هو ليس التهام هو واقع لا يستفع يعني تلك تقول صح لأنه فاش نجي في ولاية شريعية كالقربع مئة نص قانوني من الحكومة في مقابل عشرين نص قانوني الذي صدر من البرلمان يعني نرى الاختلال بين الشمس هنا لا تغطى بالغربان الواقع لا يرتفع المبادرة تشريعية للبرلمان رغم النبضي الصور في الفصل ديال الواحد وسبعين أعطى الاختصاص تشريعي الحصري في واحد العدد من المجالات وبالتالي كان توجه ديال تعزيز المكنات للبرلمان عشرين نص رهو العشرين نص اللي كانت في العهد الحكومة التنوي في التاريخ للبرلمان مع عمرنا في 22 نص كمقترحة قوانين جاي من عند البرلمانيين ماشي جاي من عند الحكومة هاد في هاد الولاية واحد من الإجراءات اللي تدرت جوج أولا الفصل 23 من القانون تنظيمي العمل الحكومة كي يلزم الحكومة باش مرة في شهر تناقش مقترحة القوانين للبرلمان هاد شي بديني به تانيا حدثنا لجنابين وزارية اللي فيها الأمن العمل الحكومة المالية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان تحت الرئاس هذه رئاس الحكومة باش مدون نقشوا هذا مقترحة القوانين ونجسدوا المقتضايد للفصل 82 من الدصور اللي كي يقول مرة في شهر يتقدم مقترح قانون ويتنقش وهذا معطى اللي هو جديد وراه السيد رئيس الحكومة يصدر منشور به وتم أثناء العرض أمام جيس الحكومة الإعلان عليه علش لاستطعتنا هي على الأقل مرة في شهر يكون واحد المقترح قانون رأى عندك على الأقل واحد شحال تقريبا واحد خمسين هذه لمشينا في ستين لمشينا في عدد شهور دي السنة ولكن هذا يلحد الأدنى لاستطعتنا الرفع وأنا خبرت البرلمانيين سواء لا في مجلس نواب ولا في مجلس مستشارين عن طريق الرئاسة دي لهم دي ل احنا كحكومة مساعدين التعاطي إجابة إجابة مساعدين ديروا أليات دي لال استشارة لأن بعض مرات المقترحة القاولين لا يكون فيها نشر العمومين بدون نشرها عموما الدراسة دي لال أطرس وقدر ونحاول القوصية لجعل المبادرة شريعية البرلمانية القصدة دي لها خاصة وأن القانون الملتمسة شريعية رأس در واللي يتيح المغاربة يديروا عارضة دي الملتمس شريعي ويقدمه مباشرة للبرلمان في القضايا اللي كاتل لهم إشكاليات طيب يعني فيما يخص أيضا المجتمع المدني اللي هو المفترض الشيء بالشيء يذكر وهذا ربما يمكن ربطه بالاحتياجات اللي كتعرفها بلاد نمس المؤسسة الوسطى المجتمع المدني المفترض أنه يلعب واحد دور يعني كبير في الاتجاه كان هناك حوار حول المجتمع المدني خرج بمخرجات بالتوصيات يعني ربما هي في طور التنزيل سيد الوزير يعني في نظركم أولا شون تصوركم لهذا الواقع دي للمجتمع المدني والمستقبل دي وأبرز تحديات اللي كتواجهها المجتمع المدني ببلادنا أولا المغرب كيعرف وجود مجتمع المدني من ناحية الكمية نشيط وحي ولكنه هش ولكنه هش عدنا 130 ألف جمعية حوالي 100 ألف جمعية عمليا تحدثت في العشر سنوات الأخيرة وخاصة بعد المبادرة 130 ألف كان 130 ألف 100 ألف منها لاخدنا من 2005 إلى الآن فتقريبا العشر سنوات الأخيرة أو شوية من دوبيا السامية لتخطيط دار الدراسة قالت لك 50% للجمعيات ما عنده مقر 20% للجمعيات الميزانية لم تتفوت 5000 درهم في السنة المجتمع المدني التصور هو أنه شريك الدصور ارتقى به بالمجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية التشاور معه الإشراك والشغال معه هو شريك أمور لم يمكن يديرها إلا المجتمع المدني بحل لا أعطتك في الجانب الخدماتي والتنموي مثلا الأمية أحيانا في المجال الصحي وكيدرها بفعالية وبقوة ولكن ما يمكن أن النجحه لا بقى عندنا مجتمع مدني كيعيش بواحد جيل باب قانوني متخلف على الدصور 2011 وغير هذه النقطة القانونية كنت تعطينا ثلاثة كنت تعطينا أولا الاستقلالية كنت تعطينا الحرية وكنت تعطينا التعددية لأن لو تريد الفعالية هما هذه العناصر الثلاثة الاستقلالية والحرية حرية المبادرة والاستقلالية باش يستطع يتقدم إلى الأمن والتمويل أيضا مهم لأن كيش نحلق الاستقلالية وهذا بدون تمويل طيب الشق القانوني هذا إشكال الشق الثاني اللي عندنا فيه إشكال هو الشق ديال التمويل والمنظومة الضريبية والمحاسبتية في 1958 نص القانون على أنه غد يخرج القرار كيأتنا إطار محاسبتي خاص بالجمعية لغاية اليوم ما زال ما كانش هل يعقلوا هذا هذه مسؤولية المشرعة مسؤولية المشرعة تانيا وهذه من الإصلاحات المستعجلة واللي عليها إجماع تانيا في 2003 سيجد طودر منشور وقال خصي يخرج تقرير سنوي على تمويل ديال الجمعيات واش عارف تمويل شحال عندنا هذا بحاليا عندنا حوالي تقريبا قد نقول لك واحد السد المليار ديال الدرهم سنويا مليار وربعمائة عبر القطاعات الحكومية مليار وربعمائة الجامعات الترابية اللي كتمويل حوالي 15 ألف جمعية عندنا واحد سبعمائة مليون ديال الدرهم عبر الجمعيات النفقات المشاركة واحد في الحساب اللي مرتبط وزارة الاقتصاد المالية كتوصل حتى الواحد المليار وزيادة الحسابات الخصوصية عندك واحد تقريبا واحد المليار وزيادة تصور معايا الإعفاءات الضريبية رميو 182 مليون ديال الدرهم 18 مليار ديال سنتيم وزيادة ولكن ما عندكش منظومة ضريبية لي فيها هد فيها انتيازات ولكنها غير متاحة لأن واحد العدد ديال إعفاءات الخصم من ضريبة بمعنى الخصم من تكاليف القبيل يعني التكاليف ديال رقم المعاملات وتكاليف ديال المقاولات ليمكن تعطيه جزء من مداخل ديال الجمعيات يالله عند جمعيات المنفع العامة إذا نخص واحد الإصلاح تاني على المستوى التمويل كي يتيح الولوج الشفاف والمتكافئ والعادل والنزيل هذه تقريبا جوجة المحاورة الأساسية هذا المحور ذي التكوين في أقل من دقيقة بقت رسالتكم إلى المغاربة بشكل عام إلى ساكنة الحسيمة بشكل خاص قبل أن نختم هذه الحلقة رسالتي أولا العمل معا في إطار من الحوار من أجل استجابة المطالب المشروعة والتي هي الجماعية والتي الحكومة بدلات واحدة مجهود هذه سنوات ولكن في تقريبا السنة الأخيرة والأشهر الأخيرة من أجل تنزيلها الرسالة الثانية ديالي هو أنه تقى في القضاء ديالنا من أجل الاحترام الشديد للمساطر القانونية وأن التصبيق ديال القانون والاحترام دياله هذه مسؤولية جماعية والتي نحرسه على القيام فيها والرسالة الثالثة أن نعمل من أجل أن نحافظ على بلدنا بلدا آمنا مستقرا مشعا ونموذجا على مستوى المنطقة وشكرا سيد الوزير شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وشكرا على سعة صدركم شكرا جزيلا أقنع أم لم يقنع الكلمة لكم مشاهدين الكرام بإمكانكم التعليق على ما جرى في هذا النقاش عبر صفحتين على الفيسبوك وتويتر شكرا لطيب المتابعة وإلى الأسبوع المقبل بحول الله اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة